وفي خبر غريب وربما ليس على الصين صاحبة المليار ونصف نسمة تقيبا كشف آخر مسح للسكان أن السلطات اكتشفت نحو 12 مليون طفل لم تكن تعلم بوجودهم أي غير مسجلين في الصين ربما بسبب فشل بعض الأباء أو خشيتهم من تسجيل المواليد لتجنوب العقوبة إذا انتهكوا سياسة الطفل الواحد التي كانت مقررة في الصين قبل 2016 يعني في الصين أيضا تداعيات كورونا لم تختصر على الصحة فقط بل أيضا على معدلات المواليد التي وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ أربع عقود حيث انخفض معدل مواليد بنسبة 18% خلال عام 2020 ليصل إلى 12 مليون مولود تزامنا مع ارتفاع تكاليف إسكان تعليم وصحة والأهم من كل ذلك هو الرغبة في الزواج إرغبة في الزواج